قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أقابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وبعد أحبتي في الله حي الله تعالى هذه الوجوه الطيبة وحي الله تعالى إخواني وأعزائي مشاهدي قناة مدني أهلاً ومرحباً بكم في سلسلتنا سلسلة نجوم الهدى التي نتحدث فيها عن صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم نجوم الهدى الذين نقتدي بهم على خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشر صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد أعزائي المشاهدين ما زلنا مع نجم من نجوم الهدى الذين حدثنا عنهم الحبيب صلى الله عليه وسلم ليكونوا لنا قدوة نتأسى بهم في خطاهم وسعيهم وأحوالهم حيث أنهم تخرجوا على يد الحبيب صلى الله عليه وسلم وكانوا وصاروا كانوا أشقى الناس حينما كانوا في الجاهلية فصاروا أعز الناس وأكرم الناس ويضرب بهم المثل في الأخلاق والمعاملة والإيمان والصلاح هذا ما سنتحدث عنه اليوم رجل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه المؤرخون هذا الرجل اشترى الآخرة بالدنيا وآثر الله ورسوله على سوهما هذا كلام المؤرخين عنه من هذا الرجل؟ من هذا الصحابي الجليل؟ إنه سيدنا سعيد ابن عامر الجمحي رضي الله عنه وأرضاه بداية لنبدأ بالحديث عنه في قصة أثرت في حياته بل لها بصمة عظيمة في قلب سيدنا سعيد ابن عامر الجمحي تبدأ القصة عندما كان فتى شابا كان واحدا من الآلاف المؤلفة الذين خرجوا إلى منطقة التنعيم في ظاهر مكة لماذا خرج مع هؤلاء الألوف؟ كان ذلك بدعوة من زعماء قريش لماذا؟ ما الذي سيحصل هناك؟ كان ذلك أمر من زعماء مكة وقريش ليشهد الناس جميعا مصرع صحابي من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام الذين استطاعوا أن يقبضوا عليه وغدرا إنه سيدنا خبيب بن عدي رضي الله عنه وأرضاه اجتمع الناس وذهبوا إلى تلك المنطقة منطقة التنعيم وقريش تستعد للتنكيل بهذا الرجل سيدنا خبيب بن عدي رضي الله عنه وأرضاه والناس مجتمعة تنظر شماتة في هذا الرجل الصحابي الجليل وكان من بينهم كما قلنا سيدنا سعيد بن عامر الجمحي حيث لم يكن قد أسلم بعد كان فتى يافعا شابا مكنه شبابه من أن يزاحم الناس بالمناكب كي يتقدم الصفوف ويرى قريبا هذا المشهد مشهد تعذيبي وقتل سيدنا خبيب بن عدي حتى وصل محاذاة شيوخ قريش من أمثال أبي سفيان بن حرب وصفيان بن أمية وغيرهما ممن يتصدرون الموكب في ذلك الوقت وقد أتاح له ذلك أن يرى أسير قريش مكبلا بقيوده وأكف النساء والصبيان والشبان تدفعه إلى ساحة الموت لينتقموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في شخصه بأن يؤذو له أحدا من أصحابه وليثأروا لقتلاهم الذين قتلوا يوم غزوة بدر ولما وصلت الجموع إلى ذلك المكان المعد لقتله وقف الفتى سعيد بن عامر الجمحي بقامته الممدودة يطل على خبيب بن عدي رضي الله عنه وارضاه وهو يقدم إلى خشبة الصلب ويسمع صوته الثابت الهادئ من خلال صياح النسوة والصبيان وهو يقول لهم ضمن هذا المشهد العجيب والناس يصرخون عليه ويضربونه وقد أعد للصلب إذا بسيدنا خبيب بن عدي رضي الله عنه وارضاه يطلب طلبا فيقول إن شئتم تركتموني أركع ركعتين قبل مصرعي ففعلوا إن شئتم تركتموني أركع ركعتين قبل أن تقتلوني ففعلوا فأذينوا له فجعل سيدنا سعيد بن عامر الجمحي تأمله وهو يستقبل الكعبة ويصلي ركعتين ويا لحسنهما ويا لتمامهما ويا لخشوعهما قلب حاضر مع الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت ثم رآه يقبل بعد أن انتهى من صلاته على زعماء القوم يقول لهم والله لو لا أن تظنوا أني أطلت الصلاة جزعا من الموت لا استكثرت من الصلاة أنا ما أطلت في صلاتي كي لا تقول أطال في صلاته لأنه خائف من الموت لا والله وإنما قصرت في صلاتي عمدا لكي لا تقول أني جزع أخاف الموت ثم شاهد بعد ذلك قومه بعيني رأسه وهم يمثلون بخبيب ابن عدي رضي الله عنه وأرضاه وهو حي إذ أخذوه وجعلوه على الصليب صلبوه وبدأوا يقطعون في جسده القطعة تلو القطعة وهم يقولون له أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت ناج ينادون سيدنا خبيب هل ترضى أن تكون في بيتك آمنا مطمئنا ومحمد صلى الله عليه وسلم مكانك؟ فإذا والدماء تسيل منه وقد قطع في جسده يقول رحمه الله ورضي الله تعالى عنه والله ما أحبه أن أكون آمنا وادعا في أهلي وولدي وأن محمد صلى الله عليه وسلم يوخذ بشوكة ولا بشوكة فحين ذاك يضطرب الناس فيلوحون تلويح الهمج ويصيحون اقتلوه اقتلوه مشهد عجيب فهذا المشهد كان أمام ناظري سيدنا سعير بن عامر الجمحي هو يبصر خبيبا يرفع بصره إلى السماء من فوق خشبة الصلب ويقول يدعو على قريش فتأثر ماذا كان يقول؟ كان يدعو سيدنا خبيب بن عدي رضي الله عنه وارضاه فيقول اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا ثم لفظ أنفاسه الأخيرة رضي الله عنه وارضاه وبه كما يقول المؤرخون ما لم يستطع إحصاءه من ضربات الصيوف أو ما لم يستطع إحصائه من ضربات الصيوف وطعنات الرماح امتلأ جسده تقطيعا وتنكيلا بسيوف ورماح قريش صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عادت قريش إلى مكة بعد أن نسيت في زحمة الأحداث التي تحصل ما حصل وما فعلت في خبيب رضي الله عنه وارضاه لكن ذلك الفتى اليافع سيدنا سعيد بن عامر الجمحي رضي الله عنه وارضاه لم يغب خبيب عن خاطره لحظة واحدة كان يراه في حلمه إذا نام ويراه بخياله وهو مستيقظ يمثل أمامه وكأنه يصلي تلك الركعتين التي صلاهما قبل موته أمام خشبة الصلب ويسمع رنين صوته في أذنيه حينما دعا على قريش ويخشى أن تصعقه صاعقة أو تخر عليه صخرة من السماء لماذا؟ لأنه شهد ذلك الموقف ولم يساعده شهد موقف الظلم والاضطهاد والتعذيب ولم يساعد ولم يتحرك علم سعيد ثم إن خبيبا رضي الله عنه وارضاه قد علم سيدنا سعيد بهذا المشهد وهذا الموقف ما لم يكن يعلم علمه أن الحياة الحقة الصحيحة هي حياة العقيدة حقيقة الاعتقاد والثبات على دين الله سبحانه وتعالى حتى الموت علمه أيضا أن الإيمان الراسخ يفعل الأعاجيب ويصنع المعجزات علمه أن الرجل الذي يحبه أصحابه كل هذا الحب إنما هو نبي مؤيد من السماء هذا الموقف يدل على مدى حب سيدنا خبيب للنبي عليه الصلاة والسلام وهذا واضح من خلال مواقف الصحابة جميعا كيف يعشقون الحبيب صلى الله عليه وسلم إنما يدل هذا على أنه مؤيد من السماء على أنه رسول الله حقا صلى الله عليه وسلم عند ذلك شرح الله تعالى صدر سيدنا سعيد بن عامر إلى الإسلام فقام في ملأ من الناس وأعلن براءته من آثام قريش وأوزارها وخلعه لأصنامها وأوثانها ودخوله في دين الله هاجر سيدنا سعيد عندها إلى المدينة ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلم وشهد معه خيبر وما بعدها من الغزوات ولما انتقل الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربه وهو راض عنه ظل من بعده سيفا مسلولا في أيدي خليفتيه رضي الله عنهما سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر عاش مثلا فريدا فذا للمؤمن الذي اشترى الآخرة بالدنيا وآثر مرضات الله سبحانه وتعالى وثوابه على سائر رغبات النفس وشهوات الجسد كان خليفتا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يعرفان قدر سيدنا سعيد بن عامر رضي الله عنه ويعرفان صدقه وتقواه ويستمعان إلى نصحه ويصغيان إليه إصغاء دخل على عمر رضي الله عنه وأرضاه في أول خلافته فقال سيدنا سعيد بن عامر لسيدنا عمر بن الخطاب بعد أن تولى الخلافة قال يا عمر أوصيك أن تخشى الله في الناس أوصيك أن تخشى الله في الناس ولا تخشى الناس في الله أوصيك أن تخشى الله في الناس ولا تخشى الناس في الله وأن لا يخالف قولك فعلك فإن خير القول ما صدقه الفعل يا عمر رضي الله عنه أقم وجهك لمن ولاك الله أمره من بعيد المسلمين وقريبهم أي كن في خدمة المسلمين البعيد مثل القريب أقم وجهك لمن ولاك الله تعالى أمره من بعيد المسلمين وقريبهم وأحب لهم ما تحب لنفسك وأهل بيتك وكره لهم ما تكره لنفسك وأهل بيتك وخض الغمرات إلى الحق ولا تخف الله لوم تلائم أي نصح هذا ومن ويخاطب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن خطاب رضي الله عنه وارضاه صاحب الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي حدث عنه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه وافق قوله كتاب الله وافقه الله سبحانه وتعالى في مواقب سيدنا عمر تكلمنا عنه في حلقات كثيرة يأتي سعيد بن عامر رضي الله عنه وينصحه نعم نصيحة الحاكم والخليفة هذه سنة من سنن الإسلام سنها الحبيب صلى الله عليه وسلم لنا بأن ننصح لعامة المؤمنين وخاصتهم لأمرائهم ولصغارهم فكان هذا موقف سيدنا سعيد بن عامر مع سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه حين ذاك بعد أن سمع تلك النصيحة العظيمة التي وقعت في قلبه من سيدنا عمر وقعت النصيحة في قلبه فقال سيدنا عمر ومن يستطيع ذلك يا سعيد يعني أمر الخلافة فتنة أمر الحكم فتنة فماذا أفعل كيف أثبت على طاعة الله وعلى الحق وأنا أخاف على نفسي أن أزل هذا ما يريد أن يقوله فقال سيدنا سعيد بن عامر وهو يعرف سيدنا عمر بن خطاب قال له يستطيعه رجل مثلك ممن ولاهم الله أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم وليس بينه وبين الله أحد أنت لها يا عمر رضي الله عنه وارضاه صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عند ذلك دعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه سعيدا إلى مؤازرته فقال له يا سعيد إنا مولوك على أهل حمص أنت صحابي جليل نعرف قدرك ونعرف تقواك وصلاحك إذن خير من يكون لنا عونا على هذا الحكم على هذه الخلافة على تولية أمور المسلمين هو أنت فيجب أن تكون معنا فولاه على حمص فإذا بسيدنا سعيد بن عامل رضي الله عنه وارضاه يقول له يا عمر نشدتك الله ألا تفتنني نشدتك الله ألا تفتنني الله أكبر لو أنه أحدا منا قيل له تفضل واستلم حكم بلد من البلدان لقال مسرعا يا الله آتيكم مسرعا مهرولا لبيكم أنا لها ويمدح نفسه ويقول نعم أنا لها وأنا أستطيع وأفعل وعندي 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 بينما سعيد بن عامل رجمحي رضي الله عنه وارضاه كان يهرب لأنها أمانة وحمل في عنقه فقال يا عمر نشدتك الله ألا تفتنني فحينذا غضب سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه وقال ويحكم وضعتم هذا الأمر في عنقي ثم تخليتم عني والله لا أدعوك أنت بقيت تنصحني وتقول لي وتحملني وتزيدني في همي من هذه المسئولية ثم لا تساعدني والله لا أدعوك سنوليك فولاه على حمص مدينة في بلاد الشام في سوريا وقال له ألا نفرض لك رزقا راتب طبعا لو أن واحدا منا لقال نعم أريد يعني راتبا يكون يكفيني أنا وأهلي وأولادي وأريد بيتا كبيرا يتسع لي ولعائلتي وأريد أيضا طبعا في زماننا ممكن أريد سيارة وأريد متاعا وأريد جوالا وأريد كمبيوترا وأريد 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 هكذا طلباتنا إذا نحن تُلِبَ منا وسئلنا ماذا نريد والله هذا حالنا أنا أتكلم عن نفسي والله أعلم لكن سعيدا بن عامب انظر ماذا قال له ألا نفرض لك شيئا بعد أن سأله عمر ألا نفرض لك شيئا قال له وما أفعل به يا أمير المؤمنين سبحان الله وما أفعل به يا أمير المؤمنين فإن عطائي من بيت المال يزيد على حاجتي أنا الحمد لله يأتيني من بيت مال المسلمين النصيب الذي وكان يعني بيت مال المسلمين يوزع عليك عامة المسلمين خاصة عندما يكون فيه هناك غنائم فالذي يأتيه نصيبه قال هذا يكفيني ليس طميعا ثم مضى إلى حمص وبعد أن مضى إلى حمص ما هي إلا أيام قليلة حتى وفد أمير المؤمنين عليه بعض من يثق بهم من أهل حمص جاءوا إلى المدينة فاستغل ذلك سيدنا عمر ونداهم وبعد أن حضروا أمامه قال لهم اكتبوا لي أسماء فقرائكم حتى أسد حاجاتهم من عندكم فقراء في حمص؟ والذين يخاطبهم هو يعرفهم أنهم ثقة من أهل البلاد من وجهاء مدينة حمص وهم ثقات يعني فقال لم اكتبوا لي أسماء الفقراء الذين إلي عندكم كي نساعدهم فرفعوا إليه كتابا وكتبوا فيه فلان 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 وإذا من بين الأسماء سعيد بن عامر الله أكبر قرأ سيدنا عمر ذلك فلان 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 ثم قالوا له سعيد بن عامر قال من سعيد بن عامر؟ قالوا أميرنا لم يخطر في بالي أن يكون الأمير هو نفسه فقير؟ قال أميركم فقير؟ قالوا نعم وَوَاللَّهِ إِنَّهُ لَتَمُرُّ عَلَيْهِ الْأَيَّامُ الْطِوَالِ وَلَا يُقَدُوا فِي بَيْتِهِ نَارُ أيام طوال لا يطبخ يعني في بيته لا يطبخ ليس عنده ما يطبخه يُقَد بالنار يعني يُقَد النار به مقصود بأنه لا يطبخ ليس عنده طعام حين ذاك تأثر سيدنا عمر رضي الله عنه وعنده بكى بكى حتى بللت دموعه لحيته ثم عمد إلى ألف دينار فجعلها في صرة وقال اقرأوا عليه السلام مني وقول له بعث إليك أمير المؤمنين بهذا المال لتستعين به على قضاء حاجاتك صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جاء الوفد إلى سيدنا سعيد بن عامر رضي الله عنه وأرضاه بالأمانة التي حملوها من سيدنا عمر الصرة التي كان فيها ألف دينار فنظر إليها فإذا هي دنانير فجعل يبعدها عنه ويقول يبعدها عنه ويقول إن لله وإن إليه راجعون وكأنما نزلت عليه صاعقة أو نزلت به مصيبة فهبت زوجته مسرعة مذعورة قالت له ما شأنك يا سعيد أمات أمير المؤمنين ظنت أن أمات أمير المؤمنين لا سبح الله فقال بل أعظم من ذلك قالت أصيب المسلمون في وقعة هي لا تعرف ما القصة قال بل أعظم من ذلك قالت وما أعظم من ذلك قال دخلت علي الدنيا لتفسد آخرتي وحلت الفتنة في بيتي قالت تخلص منها تخلصنا هذه الفتنة زوجته تساعده وهي لا تدري أن الفتنة هي المقصود بها هذا المال الذي جئ به إليه فقال لها أو تعينينني على ذلك قالت نعم قال فأخذ الدنانير فاجعلها في صرر أخذ الألف ووزعها على صرر صرر ثم جعل يوزعها على فقراء المسلمين في حمص ولم يأخذ منها دينارا واحدا رضي الله عنه وأرضاه مضت هذه الحادثة ومضت أيام ووقت طويل حتى قدر الله تعالى أن يأتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ويزور ديار الشام ليتفقد أحوالها فجعل يتفقدها إلى أن جاء إلى حمص فلما نزل بحمص وكانت تدعى في ذلك الوقت الكويفة كانت تدعى الكويفة وهي تصغير للكوفة وتشبيه لحمص بالكوفة لماذا؟ لكثرة ما كان أهلها يشتكون من عمالهم وولاتهم كما كان يفعل أهل الكوفة فلما نزل بهم لقيه أهلها ووجهاؤها للسلام عليهم من؟ أمير المؤمنين جاء فيستقبله الناس وخاصة وجهاء البلد يعني فمباشرة سألهم سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه كيف وجدتم أميركم؟ فبدأوا يشتكون فشكوه وذكروا له يعني أربعا من أفعاله كل واحدا منها أعظم من الآخر قال عمر فجمعت بينه وبينهم يقول سيدنا عمر الآن هذه الرواية له ودعوت الله ألا يخيب ظني فيه فقد كنت عظيم الثقة به أربعة أشياء يريدون أن يشتكوا منها وهي عظيمة عندهم وأيضا سيدنا عمر كان واثقا به فهو تعجب سعيد بن عامر يعني هذا لا يجب أن أحد يشتكي منه فقال إذن أجمعكم معه ثم تقولون فلما أصبحوا يقول سيدنا عمر فلما أصبحوا عندي هم أي وجه القوم وأميرهم قلت لهم ما تشتكون من أميركم الآن أمام الأمير تفضلوا ماذا تشتكون منه فقالوا أولا لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار يعني لا يخرج لنا إلا في الظهر في الصباح لا نراه أي قول هذا هم يريدون أن يكون من الصباح ونحن في زماننا هذا الناس لا يستيقظون حتى الظهر الناس الله يعافظ هم يشتكون أنه لا يخرج معهم بعد الفجر من بعد صلاة الفجر لا لا يخرج يخرج عندما يطلع النهار يقول سيدنا عمر فقلته ما تقول في ذلك يا سعيد ما ردك تفضل فسكت سعيد قليلا رضي الله عنه ثم قال والله إني كنت أكره أن أقول ذلك يعني أن أفسح ما السبب أما وإنه لا بد منه فإنه ليس لأهلي خادم السبب أن أهلي ليس عندهم خادم فأقوم كل صباح فأعجن لهم عجينهم ثم أتريث قليلا حتى يختمر ثم أخبزه لهم ثم أتوضأ وأخرج للناس الله رضي الله عنه أمير من أمراء البلاد يحكم بلدا مدينة حمص ليس عنده خادم يخبس ويعجن بنفسه رضي الله عنه أين هو وأين نحن أين نحن منهم رضي الله عنهم وأرضاهم فأقوم كل صباح فأعجن لهم ثم أتريث قليلا حتى يختمر ثم أخبزه لهم ثم أتوضأ وأخرج للناس وأي تبرير أعظم تبرير والله أفحمهم في جوابه قال عمر فقلت لهم ماذا تشتكون أيضا فقالوا إنه لا يجيب أحدا في الليل يعني إذا أحد جاءه ليشتكي له أمره في الليل لا يستقبله هذه مشكلة فقلت وما تقول في ذلك يا سعيد طبعا سيدنا عمر ما ترد عليهم فقال سيدنا سعيد إني والله كنت أن أكره أن أعلن عن هذا أيضا يعني هذه مساء الخاصة لكن أنا قد جعلت النهار لهم والليل لله حز وجل النهار لهم والليل لله يعني أنه يقوم الليل في قيام الليل بينه وبين ربه أي قصة هذه ففرح سيدنا عمر ثم قال ماذا تشتكون أيضا قالوا إنه لا يخرج إلينا يوما في الشهر يعني عنده يوم في الشهر لا يخرج فيه أبدا لماذا يعني يوم في الشهر يغيب أطلى له فقط يوم في الشهر لا يخرج إليهم لا يخرج إلى الناس ليس جالس في قصره وعنده مكتبه ويسافر للسياحة في السنة عشرين يوم وثلاثين يوم يأخذ إجازة أبدا يوم واحد فقط في الشهر له يعترضون عليه سبحان الله سيدنا عمر يقول له ما هذا يا سعيد فقال سيدنا سعيد ليس لي خادم يا أمير المؤمنين وليس عندي ثياب إلا التي علي ليس عندي ثياب إلا التي علي لا يملك إلا هذا الثوب الذي يلبسه فأنا أغسلها في الشهر مرة مرة وأنتظرها حتى تجف ثم أخرج إليهم في آخر النهار آخر النهار أخرج يعني يخرج لكن كان قضى النهار يغسل ثوبه وينتظره حتى يجف ما عنده غيره لا إله إلا الله ثم قلت وماذا تشتكون أيضا قالوا تصيبه من حينا إلى حين غشية فيغيب عمن في مجلسه يعني يغمى عليه يغشاه إغماء فقلت ما هذا يا سعيد فيقول انظر الآن قال شهدت مصرع خبيب بن عدي رضي الله عنه وأنا في ذلك الوقت مشرك ورأيت قريشا تقطع في جسده وهي تقول أتحب أن يكون محمد مكانك صلى الله عليه وسلم فيقول لهم والله ما أحب أن أكون آمنا في أهلي وولدي وأن محمدا صلى الله عليه وسلم تشوكه شوكة وإني والله ما ذكرت ذلك اليوم وكيف أني كنت تركت نصرته إلا ظننت أن الله تعالى لن يغفر لي أو لا يغفر لي وأصابتني حين ذاك غشية يعني كلما أتذكر ذلك الموقف يغمى علي من كثرة ما أغتم لأني لم أنصره كانت هذه أجوبته رضي الله عنه حين ذاك قال سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه الحمد لله الحمد لله الذي لم يخيب ظني به ثم بعث إليه بألف دينار ليستعين بها على حاجته هو لا يعلم أن الألف القديمة قد وزعت الآن أرسل إليه ألف دينار جديدة ليستعين بها على حاجته فهذه المرة رأتها زوجته رأت أيضا المال فقالت له الحمد لله الذي أغنانا من خدمتك أو عن خدمتك اشتري لنا مؤنة واستأجر لنا خادما بس اشتري لنا طعام الآن وما نحتاج واستأجر لنا خادما فقال لها سيدنا سعيد بن عمر وهل لك فيما هو خير من ذلك ما رأيك أن أدلك على شيء أفضل من ذلك قالت ما ذك قال ندفعها إلى من يأتينا بها الذي سيأتي بها نعطيه إياها ونحن أحوج ما نكون إليها أنا أعرف أننا نحن محتاجون إليها لكن ندفعها للذي سيأتي بها قالت ما ذاك يعني لماذا قال نقرضها الله قرضا حسنا نقرضها الله قرضا حسنا مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه لو أضعافا كثيرة في القرآن الكريم قالت نعم جزيت خيرا وفقته هي أيضا على درجة من الإيمان زوجته رضي الله عنه وارضاه فما غادر مجلسه الذي هو فيه حتى جعلت دنانيرا في صرر وقال لواحد من أهله انطلق بها إلى أرملة فلان وإلى أيتام فلان وإلى مساكين آل فلان وإلى معوزي آل فلان وزعها على فقراء المسلمين كما فعل في المرة الأولى رضي الله عن سيدنا سعيد بن عامر رضاء هو عليه وعلى أهله وعلى بقية الصحابة جميعا حقيقة هذه كانت قصة عظيمة من قصص صحابة الحبيب عليه الصلاة والسلام نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من الذين يتخطون ويسعون ويحافظون على التشبه بهؤلاء القدوة الأسوة نجوم الهدى رضي الله عنهم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال صلى الله عليه وسلم نسأل الله تعالى أن يجعلنا دائما في هذا الموقف الذي قرأناه وتعلمناه متأسين بهم مقتدين على آثارهم خاصة وأننا هنا في مجلس في مركز الدعوة الإسلامية في هذا النشاط الدعوي الذي يذكر بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وبصحابته رضي الله عنهم لكي نكون على خطاهم نصلح النفس ونصلح الناس بما استطعنا اللهم اجعلنا كذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أصحابة سنة ألقى بها ردي إذا أحياني ترجمة نانسي قنقر